في دائرة مغلقة وحرب منسية يصفها العالم يعيش اليمنيون حياتهم الصعبة متحملين كل أثقالها فلا تتوقف مأساة الحرب عند القصف والاستهداف المباشر للمدنيين بل إن الأزمات تتضاعف يوما بعد آخر جراء غياب الخدمات وتوقف الرواتب وانعدام كل أشكال الحياة المشتقات النفطية والمواد الغذائية تحولت إلى ورقة حرب أخرى على المدنيين حيث كشفت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة منع الحوثيين 13 سفينة من دخول الميناء 9 منها محملة بالمشتقات النفطية واثنتان بالمواد الغذائية الحكومة الشرعية قالت إن عدد سفن المشتقات النفطية المتوقفة على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد مبينة أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف ما يقارب أربعين سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر ميليشيا الحوثي بررت عبر بيان الشركة النفطية الخاضعة لسيطرتها أن بعض السفن لم توضح تبعيتها وأضافت أن وصول السفن جاء بعد تعرضها للاحتجاز والتأخير من قوات التحالف واتهمت التحالف والحكومة الشرعية باحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة لكن الحكومة الشرعية في المقابل قالت إن سبب احتجاز الحوثيين للسفن يهدف إلى مساومتها بالرسوم الجمهورية وإسقاط القرار القاضي بتحصيل الرسوم الضريبية على جميع الواردات إلى ميناء الحديدة بالإضافة إلى استمرار الميليشيا تهديد خط الملاحة بعد أن استهدفت سفنا سابقة عرض البحر الأحمر إنعدام إذن للمشتقات النفطية في السوق العامة وعودة للسوق السوداء وتكرر لكل مشاهد الأزمات المفتعلة وهي دائرة مفرقة لم يخرج منها اليمنيون منذ بداية الحرب والانقلاب